اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا المؤمن عليهم الخليجيين اللي يعملون في البحرين او اصحاب العمل اللي يوظفون هذين الخليجيين حب اشكر مملكة البحرين والاخص هيئة التأمين الاجتماعي على حسن الضيافة والاستقبال وما قصروا صراحة وكان الاجتماع امس وقبل انس وغايد ناجح وناقشنا فيه مواضيع كثيرة كثيرة وناجحة والله الحمد اختتبنا اعمال الاجتماع امس واليوم الحمد لله في عاملنا اللي هو اللقاء التعريفي اللي هو نستقبل فيه اصحاب الاعمال ومواطنين اللي يعملون فيه مملكة البحرين فيه مستجدات كبيرة تكون على مستوى دون مستعاون خليجي تعرفين نحن في مزل السعاون خليجي المتغيرات عندنا ومتطلبات المواطن متغيرة فلذلك نحن لا بدنا نواكب مثل هذه المتغيرات ونحن نتكلم تحديدا على إجراء بعض الإصلاحات على النظام اللي يعني تعطي بعض المتيازات وتأدي إلى مواكبة هذا المتغير هذا اللقاء يأتي في إطار الرد على استفسارات أصحاب العمل المستضيفين للخليجيين عاملين في أي دولة خليجية وكذلك على مواطنين الإماراتيين يعني تحديدا أو باقي المواطنين الخليجيين اليوم معنا اللقاء المفتوح وهو اللقاء مفتوح خاص كسلطنة عمان نرد على جميع الاستفسارات الخاصة برواد الأعمال وعمانيين الذين يعملون في مملكة البحرين وكذلك نعرفهم على القانون الجديد اللي صادر عندنا في 1-1-2024 على الحزب المرسوم السلطاني بعد دمق الصناديق لأنه موضوع جديد وكل شيء فيه جديد فنحن نرد على جميع الاستفسارات مواضيع التسجيل والنهاء الخدمة وأيضا تحصيل الاشتراكات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر